الخبر أول الذي عدنا على المتابعين وكشفهم لحقيقة نورستار أنه هي خافية اسم غيث مروان من التعليقات التي عدها فحالي المتابع لو يكتب اسم غيث مروان بالتعليقات فهي يختفي الاسم بالنسبة ليساء عن السبب فهي حطتها بخانة الكلمات المحظورة والتي هي واحدة من مميزات اليوتيوب أنه تخفي اسم أي شخص ما تريد أن يظهر عندك بالتعليقات بخناتك فهي واحد يكتبها ما سيطلع هذا الاسم ونورستار حطت اسم غيث مروان بهذه الخانة بالنسبة ليساء عن السبب فهي من تعرفون يا حبايب أنه نورستار طلعت وقالت على غيث إنه هو برتقال معفنة بالسابق بعد غيث مروان تقريبا صارت طلع بكل ستوري أو كل فيديو ها صار يستهزئ بيها أما بالنسبة للدليل لو ندخل على الرقمات عن نزلتها ونزبيها التعليقات ونكتب غيث مروان بعد نروح على كلمات الأحدث أولا عما نفع التعليق وتعليق الأشخاص اللي علاقوا ورايا بقى مفضهم زين نحو نغير الحساب عما نشوف هل التعليق حيطلع للناس أو لا بقى مغنى الحساب ونزلنا بها التعليقات ورحنا على كلمة لحظة أولا رح نشوف إنه تعليق مظهر ونما تعليق هذول إشخاص ثانيا ظاهر فاكتبني يا حباب بالكومنتات شركوا بهذا الخبر وحركة نورستار بخفاء الاسم غيث مروان من التعليقات اللي عادها ننتقل حاليا الحالة تيفي وهل هي رح ترجع الفريق ففنبولي فطلعت هذه الإشاعات بعد ما وسمتكت نزعلها سبب الإنستغرام وهذا الستوري اللي كانت بحالة تيفي ويا عضاء الفريق السابق طبعا هي جاد واحد من عضاء الفريق السابق وشان صوروا إياه مخاطع فمادر الصراحة هكتبوني يحبب بالكومنتات هل توقع الفنبولي ممكن ترجع الفريق أو لا رح حاليا لي يا رمار و باريش دادا وهل ممكن أن يصوروني يصوروني بعض بالأيام الجاية فغلب المتابعين لاحظوا أنه باخر مقطع نزلتها يا رمار أنه مسمعوا صوت شادي والهو شادي واحد من أعضاء الفريق باريش دادا فمادر الصراحة هل ممكن أن يتقوني بعض الصوروني بأيام الجاية مادر يكتبوني بالكومنتات توقعاتكم وشان توقعون نور مار رح يسوي بهذا الحالة نختم آخر شيء بالريدر وشان صاروا إياه على موضوع الزواجة فبعدما ريض ريح حباي بنزع على حسب الإنستغرام شي تستوريت بهذا الإستورية كان كاتب بيها رايح أخطب ماكو مبروك ولابس البست الرسمي هو من أشخاص صارت وقع أنه ممكن يخطب بياسو فهو نزع هذا الإستوري كاتب حباي بشكرا على كرسائي لكم الحلوة رح تعرفون كل شيء صار بالفيديو الجاي بباتر كونوا مستعدين وصلوا على الموضوع كلش غريب وكلش مصدوم مادر إذا فعنا حقيقة اكتبوني بالكومنتاتات كونوا توقعون المقطع حينزت لباتر وبس الله حبايب نحصل للمقطع تمنى أن أعجبكم تحطوا اللايكس لكم بقناة تمنى كوفيت زي مخاطر من القصص مع السلامة